طارق حمدان برنامج جال أنا غدا يرحب بكم مستمعين مستمرون بهذه البرمجة الخاصة والاستثنائية من بيروت بمناسبة ذكرى مرور عام على انفجار المرفأ منذ سنوات طويلة يعاني لبنان من أزمة بيئية قل ما يتم تصليط الضوء عليها أزمة فاقمت في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد في هذه الحلقة نناقش أبرز المخاطر التي تهدد البيئة والإنسان في لبنان نصارض بعض الجهود والمبادرات التي تحاول إحداث التغيير سيكون معنا في هذه الحلقة العديدة من الأصوات دكتور ناجي قديحة الخبير البيئي والناشط البيئي أيضا نرحب بك دكتور ناجي أهلا وسهلا بكم معنا أيضا دكتور فيفي كلاب الخبيرة والناشطة في مجال البيئي مرحبا دكتور فيفي أهلا بكم أيضا دكتور جلال حلواني مدير مختبر البيئة والمياه في جامعة اللبنانية مرحبا أهلا وسهلا بكم ومرسيل مرسيل ناصر الدين الناشطة في الحملة الوطنية لإنقاذ جبل ريحان والإئتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات مرحبا مرسيل مرحبا نبدأ إذن ربما من عند دكتور ناجي قديح دكتور ناجي قديح انفجار كبير وقع في بيروت يعني هناك حديث كثير عن التداعيات الاقتصادية السياسية إلى آخره ولكن يغيب الحديث من الناحية البيئية هل هناك تداعيات لها علاقة بالبيئة فيما يتعلق بانفجار المرفأ؟ بالطبع أولا اسمح لي أشكر إذاعة منتكار على تنظيم هذه الحلقة في هذا الموعد بالذات لأهمية الحدث انفجار المرفأ في بيروت يعتبر كارثة وطنية كبرى نعم في كل الأبعاد طبعا الاقتصادية والاجتماعية وكان في ضحايا عدد كبير من الشهداء والمتضررين والآخرين ولكن نحن مجتمعون اليوم لتسليط الضوء بشكل أكبر على الجانب البيئي نعم والأثار البيئية لهذه الكارثة الكبرى باختصار ما هي الأثار البيئية؟ نعم أولا الانفجار هو لكمية كبيرة جدا من المواد الكيميائية القابلة للانفجار نعم ورافق طبعا دائما الانفجار يترافق بانبعاث كميات ونوعيات كبيرة جدا من الغازات السامة نعم وإضافة للجزائيات جزائمات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تتكون أيضا من مكونات كيميائية مختلفة وذات تأثيرات بيئية وصحية كبيرة إضافة إلى انتشار هذه المواد في كل الأوساط بالهواء وترسبها على الأرض نعم وسقوطها أيضا فوق مياه البحر وتعريض كل الأوساط البيئية لتلوث بهذه المواد بهذه المواد واللسبة عالية منها هي مواد خطيرة ومواد عالية الصمية نعم ولهذا ربما أود التوجه إلى دكتور جلال حلواني مدير مختبر البيئة والمياه في الجامعة اللبنانية دكتور جلال دكتور ناجي قال لنا قبل قليل أن هناك تداعيات بيئية أيضا لانفجار المرفأ هذه المواد التي تحدث عنها هل زالت خلال العام الماضي أم ما تزال أو ما يزال الخطر موجود يعني كما ذكر الزميل الدكتور ناجي انفجار نيترات الأمونيوم يؤدي إلى انبعاث غازات يعني هناك غازان أساسيين اللي هم غاز الأمونيا اللي هو إن أشتروة نعم ويعني مجموعة أكاسيد النيتروجين اللي هو إن أو إكس هل يعني غازان ثبتة علميا أن لهم آثار على الصحة الإنسان وأيضا على البيئة بشكل عمو نعم هلأ من حين من الوقت انفجار هذه المادة يعني نحن إلى الآن ما ليس بين يدينا تقرير علمي دقيق حول الكمية التي انفجرت نعم يعني بالتحديد هناك أرقام تقديرية ولكن ما هو ثابت حسب الصور وحسب الانبعاثات وحسب يعني ما تم رؤيته بالعين المجردة نعم وتم التقاطه أيضا من طريقة التنفس أن هناك غازات بكميات هائلة لهذه نحن في التشخيص البيئي تم تقسيم المنطقة إلى ثلاث مناطق يعني ثلاث محاور إذا حبينا نسميهم المحور الأقرب إلى نقطة الانفجار يعني نحن عم نحكي على محيط ثلاثة كيلومتر نعم اللي هو أكتر ما تأزى وأكتر ما تأثر سواء بقوة الانفجار أو بالانبعاثات التي نتجت عن هذا الانفجار ومن ثم هناك المحيط الثاني اللي هو من ثلاثة كيلومتر إلى العشرة كيلومتر اللي هو كمان تقريبا بيروت كلها يعني ومن ثم المحور المحيط الثالث اللي عم نحكي وصلنا لأكتر عشرين كيلومتر يعني وصلنا لجونيا وصولا إلى خلدة تقريبا بيروت الكبرى هلأ أكتر منطقة تضررت وأكتر منطقة أصيبت وتأثرت بيئيا هو المحور الأول يعني المحيط الأول لأنه هذا الضرر هل ما زال موجودا حتى الآن؟ هلأ نحن هذا الضرر للأسف للأسف أقول أن المختبرات العلمية المتواجدة والتي كانت تقوم بقياس الانبعاثات وقياس نوعية الهواء وتراكيز الملوسات الكيميائية الموجودة في الهواء توقفت منذ سنة 2019 أه متوقفة يعني أنا أحكي على المختبرات التي كانت في الجامعة الأمريكية والجامعة اليسوعية وهناك اتفاقيات كانت بين وزارة البيئة وجامعة اليسوعية على وجه التحديد التي تم تجهيز مختبرات لقياس نوعية الهواء في بيروت لأن بيروت تم تصنيفها مدينة ملوسة بامتياز نناحي تلوث الهواء هل هذا يعني أن بيروت هي مدينة تفتقر إلى أجهزة الرصد والقياس فيما يتعلق بالبيئة؟ موجودة ولكن لا تعمل لا تعمل لأنه وزارة البيئة قلنا معها مصوري مشين تحدثها أنا بدي زيد شغلتين يعني في عنا الأثر البيئي اللي منحكي بالأثر البيئي اللي بيهمنا نحنا هو صحة الإنسان تأثير هالبيئة على الإنسان هاي اللي ما أحدا عم يجيب ذكره أول شيء الأثر السابقة واللي عم يشوفه قدام عينينا وما أحدا عم يهتم فيه هو مادة الإترنيت الأميانت الأسبستوس الموجود بالشوارع الموجود إسا بنشوفه على البور بين ركام البور هدا ما أحدا نهتم فيه نزلوا الشباب المتطوعين أول الطريق أنه ينظفوا الطرقات يكنسوا الطرقات صاروا يكنسوا معهم أثار الأسبستوس اللي بيتنشقوا الإنسان وبيعمل مرض خاص فيه اسمه ميزوتاليوم اللي هو سرطان بغشارية كانوا المتطوعين يعني ينظفوه مثل أنه يكنسوا بيته هذا لو وزارة الصحة هتمت فيه لو وزارة البيئة هتمت فيه جمعوا لمصرنا نصرخ نحنا كجمعيات بيئية ومشان هيك أنا جاي أنسيستي وأكدت أني أنا ناشطة بيئية ما بيهمني علومي اللي دارستها أنا بالكتاب بيهمني أش عم شوفه على الأرض وأش عم بعمل على الأرض لمصرنا نصرخ نحنا كمجتمع مدني كجمعيات بيئية رأفة تنبها الشباب اللي عن تنظف انتبهوا خدوا احتياطاتكم جمعوا الإترنيت وحطوه بكرم الزيتون وإسا بعده الحد هلأ بكرم الزيتون مجمع في مئات الأطنان نعم فيكن تروحوا وتشوفوا قريب منكن هون مش بعيد كتير ما بيع بعد 500 متر أفولد وازو من هون معناته إسا الحد هلأ لو وزارة الصحة قمت بواجبة ولو وزارة البيئة قمت بواجبة ولا حدا قموا بواجبه هذا ضرره ما بيبين دغرة هذا ضرره بيبين الحد 40 سنة تيبين كان فيه معمل للأترنيت بشكل الحد هلأ سكر من الحرب إسا الحد هلأ الناس عم تنصاب بهالنوع مرض السرطاني اللي هو المرض الوحيد اللي بنعرف المسبب الكوزة أقفة من السبب للتسبب اللي هو إنه الميزوتليوم ما بيجي إلا من الأسبستوس وهذا سببه الحد هلأ إسا ما نشيل من بيناته بلبنان هذا واحد اثنين لا معهد البحوث العلمية مثل ما قال دكتور جلال ما فيه أي دراسات صارت أنا عم بسأل على الشط لأنه هلأ عم نشتغل نحنا على البحر وعا تلوص البحر لأنه العالم كله قايم عا تلوص البحار عم بسأل أش صار بكميات النترات اللي نزلت اللي يقال إنه نكبق صمنا بالبحر شو صار ما حدا بيعرف شو صار بالسمك شفنا سمك ميت ما حدا بيعرف ما عنا أي دراسات نحنا نحنا عايشين بغابة مجهولة تامة يعني كله نحنا بنعمل افتراضات عنا نحنا بجهود المجتمع المدني وبعض الدكاترة المخلصين اللي عن جد عن يشتغلوا للعلم وحبا بالوطن عم نطلع شوية معلومات علمية وإلا نحنا نفتقر الأبسط المعلومات الأبسط الداتا بيس اللي ما عنا وهذا شيء محزن أريد أن أنتقل إلى مرسيل ناصر الدين مرسيل ناصر الدين ربما بيتمثلي الجيل الشاب في لبنان وكأنه موضوع البيئة هو أمر ثانوي لا يهم السلطات أو الحكومات للأسف نعم نحنا رح أحكي عن جنرال بشكل عام عن موضوع الغابات يلي تأثرت آخر كم سنة كتير بموضوع الحرايق والتلوث البيئي وخاصة بملف يعني بمسألة الانفجار لأنه مثل ما تفضل دكتور جلال وحكي أنه صار في أنقشت رواب الهواء وكلنا بنعرف أنه هيدا بيتحول لحامض شتي حامض اللي بينزل بيحرق الشجر وبيحرق كتير إشياء على الأرض هيدا النقطة كمان ما نحكي عنها في كتير تفاصيل إذا ما نحكي عنها بملف البيئة وبملف الشباب في جهل تام وجهل كامل لأنا لاحظته من خلال نشاطاتنا آخر كم سنة بملفات البيئة والشجر والغابات حاولنا نضوي نحول هيدا المساء لأضايا رأي عام لحتى نوعي الناس أنه فيه بقى البيئة أهم من كل شي لأنه صحتكم هي بالنص يعني بردون إذا بترجع أنت لدراسة العدد الكانسير بلبنان قديش عم ينتشر لبنان يعتبر الأول عالميا بالنسبة لعدد سكانه بين كل ثلاث أشخاص عندك شخصين مصابين بالسرطان الأول عالميا نعم بعدد سكانه بالنسبة لعدد سكانه اللي هو عدد صغير يعتبر نسبة جدا مرتفعة لأنه في عندك هذا المرض انتشر بسبب يعني إذا ما نرجع مضبوط تلوث هو السبب وجزء كبير من الأسباب نعم دكتور ناجي يعني الموضوع ليس حديثي يعني كل العالم سمع قبل سنتين ربما عن موضوع أزمة النفايات في لبنان وكان هناك كلام كثير ولكن الأزمات يعني تعاقبت أشارت دكتور فيفي قبل قليل إلى البحار وإلى التلوث سمعنا أيضا عن عدة بحيرات في لبنان نفقت أسماكها هناك أيضا يعني الحرائق المنتشرة والتي ربما ازدادت في الفترة الأخيرة كل هذا ألا يعني يثير انتباهها السلطات ربما الحكومة اللبنانية نعم السؤال جيد يعني يعطينا الفرصة أن نسلط الضوء على تاريخ من النضال البيئي في لبنان الحركات البيئية والجمعيات البيئية والنشطاء البيئيين والخبراء والدكاترة المختصصين البيئيين يطرحون مسألة الأزمة البيئية في لبنان منذ أكثر من 25 سنة والتلوث الشامل فينا نقول يعني يطال كل الأوساط البيئية من هواء في المدن من مصادر متنوعة وخصوصا قطاع النقر باعتباره مصدر رئيسي لتلويث الهواء الجوي في المدن الكبرى بيروت والمدن الكبيرة وتلوث الأنهار والبحار من مصادر صناعية وغير صناعية سوء إدارة الصرف الصحي في لبنان يعتبر مصدر رئيسي لتلويث الأوساط البيئية في لبنان من مياه سطحية ومياه جوفية أيضا وبحر إضافة لتلويث التربة باستخدام سيء وغير مرشد للأدوية الزراعية في قطاع الزراعة أضف إلى سوء إدارة النفايات وهذا الملف الساخن المطروح أمام لبنان منذ سنوات طويلة ونحن البيئيين نقول بأن أزمة النفايات في لبنان هي نتيجة السياسات المعتمدة على مستوى السلطة السياسية أو غياب هذه السياسات للإدارة السليمة البيئية للنفايات أدى إلى هذا التلوث الخطير وإلى هذه الأزمة المتفاقمة في إدارة النفايات لو سمحت لي دكتور ناجي وطبعا السؤال للجميع أيضا هناك وزارة البيئة مثلا أنتم كناشطين مثلا هل يتم الضغط على هذه الوزارة هل هناك حوار هل هناك تحركات ربما لإثارة كل هذه المواضيع نعم نحن وكل البيئيين في لبنان مارسنا كل أنواع التعامل مع وزارة البيئة من الضغط الإيجابي وأحيانا الضغط السلبي وأحيانا أيضا الحوار والنقاش وطرح البدائل للسياسات والاستراتيجيات والخطط وكل أنواع التعامل مع وزارة البيئة تم استخدامه من قبل البيئيين في لبنان ولكن مع الأسف المسألة ليست مسألة وعي بقدر ما هي مسألة مصالح على مستوى السلطة هناك فئات ذات مصلحة باعتماد هذه الطريقة بالتخلص من النفايات وهي الطريقة التي لا ترعى ولا تحافظ على البيئة وتؤدي إلى هدر المال العام نحن أمام سياسات لها تأثيرات سلبية متعددة للجوانب يعني ترافق نهب المال العام في هذه السياسات مع التلويث الفضيع للأوساط البيئية بحرا ونهرا وطربة عفوا لو سمحت لي دكتور فيفي عندما طرحت السؤال على دكتور ناجي بخصوص الحوار مع وزارة البيئة ابتسمتي أو كنتي عم تضحكي أكتر من ابتسمت أنا من الشيرك ومن أول إنشاء وزارة البيئة من جماعات المجتمع المدني الجمعيات البيئية اللي ضغطت لإنشاء وزارة البيئة يعني هلقد مواكبينة نحن وزارة البيئة بحياتها ما كان فيها مسؤول بحياتها ما جاي وزير بيئة لأنه بيعرف بالبيئة أو مهتم الوزارة البيئة إلى هذه الدرجة؟ نعم دايما كان وزير البيئة يعتبر أنه بدنا نحط وزير بدنا نلاقي له محل يزعل الوزير اللي يجي على وزارة البيئة هذا ما ينم أنه ما كان فيه أي سياسة بيئية لمصلحة البلد كانت سياسة أحزاب سياسة تقاسم حصص بالبلد مشان هيك كانت كل قرارات وزارة البيئة إن كان بالمياه إن كان بالنفايات إن كان بالسدود إن كان بإدارة الغابات إن كان بكل مشكلة بيئية هي مشكلة كيف بدنا نسرق المال العام كيف بدنا ناخد مصاري كيف بدنا نعمل مشاريع مكلفة وغير منتجة بس هذا العنوان الكبير نحنا من اللي تدعيوا على المدعي عام وزارة البيئة بقصة المقالع والكسرات اللي بيقول إنه شركات الترابي عم يطلع منها دخان نحنا المجتمع المدني هو الحريص على البيئة بلبنين مش وزاوة البيئة جربنا نعمل بالتجمعات اللي نحنا فيها دكتور ناجي ودكتور حلواني معنا جربنا نقدم حلول وبدائل وستراتيجيات مكتوبة من الألف للياء نحنا بكل شيء وما كانوا ياخدوا فيها ليش؟ لأنه بخصوص النفايات رح جايوا بك شيء جواب صغير كتير بدنا محارق كل شيء غير محارق ممنوع أنا تبعت قصة المحارق مع دكتور ناجي كيف صارت كيف بليلة 12 وزير وعدوني إنه بدون يصوتوا ضد المحارق بعد 18 ساعة فاتوا على الحكومة 24 وزير من أصل 24 صوتوا مع المحارق لم تسألوا ليش؟ بيقولك الرئيس الحريري بدون المحارق نقطة على السطر الوزيرة عنايا عز الدين قالت باجتماع عن بيت فتال بشركة فتال قالت للوزير الرئيس الحريري بدوا المحارق وقالنا ما بقى حدا يفتحها السيري معناته عم بيصير في فرض لنوع معين الوزير الرئيس الحريري بدوا المحارق الوزير بيسيل بدوا السدود الوزير الفلاني بدوا الفلاني ونحنا عم ندفع الشعب اللبناني عم يدفع ونتيجة انفجار مرفأ بيروت كان هو تقاسم الحصص بالدولة اللبنانية وهذا للناس كلها رح تقوم بكرة إن شاء الله وإن شاء الله بيكون خمسة قاب فجر جديد على لبنان مرسيل ناصر الدين أريد أن أبدأ من حيث انتهت الدكتور فيفي كلاب هي عادت إلى انفجار المرفأ البعض يقول أن انفجار المرفأ هو موضوع بيئي بالأساس قبل أن يكون أي شيء آخر لأنه برضو كمان مسألة وضع هذه الكميات الهائلة الكيميائية هي جريمة بيئية إدارة وتخزين سليم لمواد خطرة وهذا ما كان غائبا على مستوى سياسات الدول سنعود بالحقيقة هذه المسألة هي جدا خطيرة لأنه إذا نحن نرجع للتسلسل المنطقي للتلوث البيئي كله مترابط يعني من ابتداء من انفجار بيروت التلوث الهوى التلوث البحر والسيكل كلها إذا نحن نراجع مزبوط والناس تتفكر فيها مزبوط كله مترابط بين بعضه يعني ما في شيء منفصل عن التاني فلذلك موضوع الانفجار والتخزين هيدا المواد الكيميائية مثل ما تفضل دكتور ناجي بالأول هو أساس المشكل لذلك نحن مفروض وكل الناس مفروض أن الطالب بعلاج بيئي شامل وكامل من الأساس لمن وقت انفجار بيروت وحتى قبل مثل ما تفضل الدكتورة قالت أنه شركات الترابة تلوث الهوى المقالع والكسرات سياسة السدود لأنه كلها كلها أثرت على البيئة يعني إذا بتطلعوا رح أعطيك إكزامبل صغير سد لمسالحة هو أكبر دليل على فشة سياسة السدود بلبنان سد كتير كبير أضع على كمية شجر كتير كبيرة عمل تلوث جدا هائل بمنطقة البترون ويعني ما فيك تتنشأ الهوى هونيك بس رح يصق البحر بس رح يصق البحر لو فائدة رح يصق البحر ولو ناسي حدا بيعمل ما جمع نقطة تميز غيري يعني بردون صار مسخرت الدنيا كلها تلو جمع شو بده يصق البحر لا دكتور جلال أشارت قبل قليل مرسيل أشارت إلى علاج المشاكل البيئية هل هذا ممكن في ظل الظروف الراهنة أم أن الأمر يتطلب ربما قلب منظومة كاملة الموضوع حل المشاكل البيئية هو أشياء سهل جدا طالما موجود الإرادة وطالما هناك موجودة نية الصافية والصادقة يعني نحن ما بدأ نخترع البارود الحلول واضحة ومدروسة ولكن يعني كما ما بدأي أكرر ما قالوه الزملاء أنه المصلحة الخاصة هي التي تأتي في المرتبة الأولى قبل المصلحة العامة العلاج المشاكل البيئية هو معناته أنه نحن بدنا نبدي المصلحة العامة اللي هي صحة الإنسان والبيئة التي يعيش فيها وأن يعيش في بيئة صالحة للسكن على كل شيء وهذا الشيء طبيعي جدا أنا بس لو سمحت اللي بدي ضيف كلمة على قولة الزميلة السيدة مرسيل اللي هي أنه نحن ما ندرس لطلابنا وأخذنا من الفرنسيين قانون تصنيف المؤسسات الصناعية نعم وندرسهم المؤسسات المصنفة من الفئة الأولى ومن الفئة الثانية ومن الفئة الثالثة من ضمن التصنيف للمؤسسات يدخل هناك موضوع التخزين المواد الخطرة يعني وبالتالي إذا كان إذا مش عمقولها كمرفأ ولكن أي شريك أي مستودع إذا بدوا يخزن فرضا أسيتون بدوا يخزن أسيد بدوا يخزن أي مادة كيميائية حتى تدخل في موضوع مثلا الديهانات فهذا يخضع لضوابط ويخضع لشروط وبدوا موافقة من وزارة البيئة بدوا موافقة من الدفاع المدني وبدوا يعملوا زيارات زيارات استكشافية ويتأكدوا من شروط السلامة هذا كله موجود عندنا قانون وعندنا شروط وعندنا كل شيء نحن نسأل نحن كمواطنين أولا كمواطنين عاديين حتى ولو لما كنا بيئيين أن هذه هناك كمية كبيرة من المواد الكيميائية الخطرة موجودة سنة 2013 منذ سنة 2013 يعني عمليا سبع سنين موجودة في مكان والكل كان يعلم أن هذه مواد خطرة ولم يتحرك أحد نحن نفرض شروطنا على الصناعي اللي هو بيجيب مثلاً مثل ما قلت مواد كيميائية خطرة ومنحط على مليون شغلة مشان يتسعى مصاري مشان نعمل منقله بحجة ومنعمل لك تفتيش ما بيمشي الحال إلا ما يجي الدفاع عن مدني يعمل تكشفير وبدنا نشوف إذا كان كل شيء تمام ومنترك كميات ضخمة جداً يعني 2750 طن من النترات يعني مخزنة في مكان محدد وهذا المكان يرتاد الآلاف يومياً وموجود في منطقة سكنية وكل سنة في نفس المكان كان هناك يجري استعراض عسكري ويعني هناك بضاعة وهناك زاهرية وهذا يعني تعريض حياة المواطنين هذا السؤال فإذا نحن مشكلتنا في التنفيذ وفي المراقبة وفي تنفيذ القوانين وفي الإشراف وفي الصدق في التعامل وفي الشفافية يعني الحوكمة هناك في إلها أصول نعم دكتور نعم لأسفة دي زيد كلمة النترات منعو بالاستعمال الزراعي كاسميد وهو معروف أنه كتير بيساعد بالزراعة منعو لأنه متفجر بينما أدرينا نخزن 2750 تون بس نمنع نعطي شوية للمزارع ممنوع سنتوقف عند صرحة موسيقية قصيرة ونتابع هذا الحوار نتحدث اليوم عن البيئة في لبنان موسيقى استمعنا إلى ياسمين حمدان وأغنية بلد الآن نعود لمتابعة هذا الحوار الساخن والساخر الساخر في نفس الوقت والمؤلم طبعا طبعا فيما يتعلق بموضوع البيئة في لبنان أريد أن ننتقل لك دكتور ناجي قديح لو سمحت لي يعني كنا نتحدث قبل قليل عن عن يعني ربما عن التواصل بين النشطين في مجال البيئة والحكومة اللبنانية ويعني ما فهمناه أن التواصل تقريبا هو موجود ولكن غير فعال ما هي الحلول البديلة مثلا؟ شوف يعني هذا السؤال أنا رح جاوبه وفق قناعاتي أنا مقترع بأنه البيئة هي مؤشر معيار لحسن السياسات على مستوى الدول لما تكون الدولة منضبطة وفق بني سليمة وسلطة سياسية تعرف صلاحياتها وتعرف واجباتها تجاه شعبها تضع وتنفذ سياسات بيئية سليمة فإذن إذا كنا نرغب أن نعالج بيئة لبنان المريضة بشكل مزمن من السياسات السابقة نحن بحاجة إلى تغيير على مستوى السلطة السياسية تغيير جذري يعيد النظر في بنية الدولة وفي بنية الوزارات وفي بنية المؤسسات وفي السياسات والاستراتيجيات على مستوى شامل التنمية المستدامة تشترط احترام وحماية البيئة بكل أوساطها وبالتالي نحن بحاجة إلى هذا التغيير العميق على مستوى السلطة السياسية ليعيد النظر في تركيبة الدولة تركيبة الوزارات وصلاحياتها ومسؤولياتها والسياسات والاستراتيجيات المطلوبة لتأمين توفير التنمية المستدامة للشعب اللبناني ضمن شروط احترام وحماية البيئة بكل أوساطها دكتور جلال البعض يقول أيضا جزء من الحال وضع ضوابط ومعايير ويعني إيقاف رأس المال الذي أيضا ينهش البيئة يعني كنا نتحدث قبل فترة قصيرة عن المساحات الخضراء في المدن العربية وكانت لبنان أيضا وبيروت تحديدا موضوع في هذه الحلقة المساحات الخضراء في لبنان مثلا التي تتقلص بينما نشاهد الأبراج التي تصعد هل رأس المال هو ربما الجزء الأساسي أو النظام الرأسمالي أو الشركات التجارية هي الجزء الأساسي من المشكلة وهل يمكن الحوار مع هذه الشركات التي تريد أن تربح فقط؟ عندما يستصبح وزارة البيئة في أي حكومة حكومة أي بلد هي إحدى المحاور الأساسية للحكم يكون البلد بخير يعني إذا أخذنا فرضا مثال ألمانيا ألمانيا بعد المنصب الذي يلي مركز المستشار أو المستشارة أنغيلا ميركر هو وزير البيئة نعم هو وزير البيئة من ناحية الأهمية من ناحية الأهمية فرنسا حاليا تعطي منصب وزارة البيئة أهمية كبرى ترتبط بوزارة البيئة وزارات يعني ليش؟ لأن الحياة اليومية تنظمها البيئة سواء على صعيد الاتصالات سواء على صليل المواصلات سواء عن طريق الصناعة التجارة وأيضا كل ما هو يؤمن راحة الإنسان ومن بينها طبعا المساحات القدراء واحترام الضوابط في موضوع الصناعة احترام الضوابط في كل شيء لحماية الإنسان وحماية أهم شيء في العالم هو صحة الإنسان إضافة صغيرة في لبنان للمر البيئة هي سياسات الفساد على مستوى الصلاة في مبارح كنت عم بقرأ تقرير عن تغير المناخة بالأرض إذا بتلاحظوا أنه ضلعت الحرائق بأكتر من دولة بالعالم بهيدا الأسبوع بالتحديد بسبب ارتفاع الحرارة على الأرض الشهر الماضي كان جنون بكل العالم كان فيضانات تلوش في البرازيل حرائقية نحنا من حوالي سنتين ونص أو ثلاث ستين علقنا على مسألة كتير مهمة اللي هي شق الطرقات بالمناطق الجبلية والأحراج والغابات المهمة كتير باللبنان منهم الغابات اللي احترقت من كم يوم واللي كانت خسارة كتير كبيرة لللبنان هي القبيات عكار جرد الهرمل واليوم ودي جهنم القبيات في أحد النواب يلي هو مدعوم ما بعرف من أي جهة سياسية أو حزبية معينة شق طريق كبير كتير بقلب جبل القبيات علقنا وقته على المسألة أنه أنت كنائب ما بحقلك هيدا الطريق من دون مراجعة وزارة البيئة وخبراء البيئيين لون تقييم أثر بي لأنه نعم لأنه هيدا الوصول إلى بيته صح شق غابي للوصول إلى بيته صح لأنه هيدا المنطقة حرجية بامتياز ممنوع شق الطرقات فيها بها الطريقة ونفس الوقت يلي صارت الحراية من كم يوم الأسبوع هيدا كله بنفس المنطقة يعني هيدا دا يجي وبتشغلي هيدا بنا ننتبه كتير كمان إننا نسمع ونكون واقعية أكيد أحيان شق الطرقات في شيء اسمه أميناج موضة لفوري بتشقي طريق مش انتطعي طريق الناس حسب شو بتشقي إذا شقيت الطريق ونضفتي جوانبها وخففتي العمران هيدا ما خصوا بالحراية أنا بدي أرجع غير قصة انت حكيت عن بيروت وعن مساحة بيروت أنا بدي أعطي أجزامبلات أول شيء هذا قصة المساحات الخضراء التنظيم المدني هذا اللي لازم يفرضه نحنا عنا كل شيء بلبنان مركز بإيد شيء اسمه مجلس الإنماء والإعمار لهي وزارة التصميم والتخطيط وكل شيء فإذا كله راجع للتنظيم المدني اللي بيفرض برج الحبتور تعمر برج بسماح من قبل رئيس الجمهورية سابق أميلا حود الطيرات ما بتقدر تمرق فوقه يعني الطيرات الجاية من البلدان العربية بتعمل برمة تتقدر تغطب مطار بيروت لأنه بيشكل خطر على سلامة الطيران المدني يتعترضت الناس اعترضوا لكن ما حدا بيروت أكتر من هيك عنا الحرش ببيروت نحنا إجا المستشفى العسكري المصري مستشفى عسكري مصري بعد حوادس 2006 لا قدر ياخد إذن ولا من وزارة الداخلية ولا من الجيش ولا من وزارة الصحة ولا من حدا وموجود وما نقدر نشيله كيف بتسميلي يعني اللي بدي قل لك يا أنا كل هالأمور لخصها بجملتين دكتور ناجي ورجع أكد دكتور حلواني نحنا مشكلتنا مشكلة سياسيين مشكلة الناس بموقع مسؤولية غير مسؤولين مجريمين برجع بأكد في إجرام تجاه الشعب اللبناني حلوا الشعب أو بدوا يقبل بهالإجرام ويسكتوا لبقى ينق أو حلوا هالشعب ينزل ياخد غير طريق طيب لو سمحتيني دكتور فيفي أريد أن ننتقل إلى نقطة أخرى دكتور ناجي قديح كي لا يقتصر الحديث فقط على الحكومة والسلطات هناك أيضا من يقول أن الجانب الشعبي هو يلعب دور جدا مهم هناك من يقول عندما يخرج المحتجون للمطالبة ببيئة نظيفة بنفس الوقت الذي يطالبون فيه بتحسين ظروف اقتصادية وقتها يمكن استشعار الأمل فيما يتعلق بموضوع البيئة هل هل تؤكد لنا ربما أنه ربما الناس في لبنان بحاجة إلى تكثيف الوعي فيما يتعلق بالموضوع البيئي أمل موجود والوعي البيئي ينتشر وهناك ناشطين وجمعيات ومؤسسات ونشطاء ويعني فاعلين في مجال البيئة الوعي البيئي يتسع ويتوسع على مستوى شعبي وعلى مستوى البني أبدك تقول على مستوى الشرائح الدنيا من المجتمع يعني على مستوى المجتمعات والبلديات والآخرين ولكن مؤسف أنه طبيعة السلطة في لبنان لا تعير أي انتباه وأي اهتمام لهذا المستوى من القرار على المستوى الشعبي والمستوى البلدي القرارات الكبرى تأخذ على مستوى الحكومة وعلى مستوى السياسة العليا وبرأيي أنا هناك نقطة الضعف في إدارة البلد في كل شؤونها بما فيها الشأن البيئة دكتور ناجل لو سمحت لي وجميع الضيوف طبعا يعني كان كان هناك تجربة لافتة الاحتجاجات التي وقفت في طريق برج بسيرة عفوا السد بسر عفوا نعم السد الذي كان سيقام هناك الأهالي احتجوا وأوقفوا هذا المشروع لماذا هذه التجربة لا لا توسع ولا تستمر للعديد من المشاكل البيئية التي تعاني منها لبنان مثلا إذا بتسمح لأشرح لك لأني أنا مواكبته من أول مرج بسري أول شي صار في خلل لأن البلديات المجاورة بأمر حزبة مضيت مع السد بأمر حزبة من قبل النائب وليد جنبلاط لأنه بأغلبية البلديات تابعة هون يكلوا مضيوا مع السد بدوا فيه لكن فيه ناس اعترضت والمجتمع الأهلي والنشاطاء البيئيين هن اللي قاموا ضدوا بدوا بالحملات قامت الحملات صار فيه مناصرة شعبية عصاعد كل لبنان وإجت الثورة الثورة اتخذت من مرج بصري شعار لها أنه هذا مفهوم أنه هالصد عين عمل خلافاً لكل الأواعد العلمية خلافاً لكل منطق بمنطقة معرضة للزلازل بمأخذوا برأي تمام مصنفة أسرية لعدة أشياء بس رحكمل لك بالتسلسل رغم الإيراء الإيدرو جيولوجي اللي عطيتها البحث الفرنسية رقم تقرير البي جي آر اللي عطيهم الإلمان رقم الخبراء الإيدرو جيولوجيين اللي بلبنان رغم كل منطق هالصد اللي بدوا ينقام لكن بما أنه موال من البنك الدولي صار فيه اعتراضات للبنك الدولي ودلينا فترة سنتين حتى أبعولوا إذنه الشخص اسمه رولان ناصور أحد النشاطاء لأنه كان ضد المرج هالأب كانت لكن الثورة هي اللي عطيته الاندفاع القوي الثورة لم أخته كشعار لها بده ترجع بس بدي يقول لك كلمة رجع البنك الدولي بأول بالألف عشرين عمل اجتماع الخبراء وأنا كنت وحدة منهم أربع خبراء وجيب خبراء الدوليين طيب ناصطو ولملاقيوا أنه وجهنا أسئلة لنقلم والإعمار كان في تضارب مصالح كان في سرقات في هدر كلها تقدمت للبنك الدولي من قبل الجمعيات البيئية ومن قبل الخبراء اللبنانيين طيب بس كلمة بس تكون واضح المشروع ليش قرر يسأل الإنماء والإعمار لما الإنماء والإعمار رفض على ثلاث مرات طلبوا اضطر تجاه بشفافية التعامل مع البنك الدولي مع الممولين وأهمهم الإلمان اللي صاروا يسألوا اضطر إنه يوقف التمويل لكن الدولة اللبنانية الحد هلأ السيها ناوية منها تقدر تجيب مصاريتها تقدر تكمله لأنه ها في هدر للنماء للعوم ولكن على الأقل توقف وهناك أمال كثيرة بأن يبقى هذا المشروع متوقف وهذا يعني دكتور جلال حلواني بأن الإرادة الشعبية من الممكن جدا أن تنتصر على الفساد أن تنتصر على الحكومات وعلى الشركات التجارية الكبرى أيضا طبعا هذه الإرادة لماذا ربما لا تتواجد في مناطق أخرى ومشاكل أخرى لها علاقة في البيئة في لبنان نحن كما ذكروا الزملاء من قليل التوعية البيئية موجودة وأصبحت البرامج البيئية موجودة مع البرامج التعليمية منذ الصغر يعني ينقص هناك أيضا بعض البرامج التوعية التوعوية على التلفزيون التلفزيون ده بشكل عام حتى يعني نكمل مسار التوعية يعني مثلا إذا أخذت مثال بسيط عملية فرز النفايات من المصدر أو عملية كيف تدرب أو كيف تتنمي عند الجيل الجديد عملية الوعي البيئي هذا يجب أن يبدأ من الصغر ويستمر ويجب على الأهل أن يعطوا المثال الحسن والقدوة الحسنة للأسف نحن كنا ماشيين بطريق جيد منذ فترة ولكن ما حدث منذ سنتين ومع الفوضى المستمرة والمستشرسة ومع يعني للأسف أنه على بحجة الثورة في كثير من الناس اتخذ الثورة سببا للفوضى نعم يعني نحن يعني أنا للأسف مما يحز في نفسي أنه عندما أرى حاويات النفايات تستعمل تحرق في أول الاحتجاج وتلوس الجو ثم تستخدم كمتاريس ولقطع الطرقات فيتم يعني رمي النفايات على الطريق ويتم إشعالها ثم هذه الحاويات اللي هي نحن دفعين حقها كنا سواء اللي هي من أموال الناس ثم يتم وضعها في الشوارع هذا بحجة أنه أنا أنا ثورجي أنه أنا ضد ضد الدولة ولكن أنت هذا بهذا العمل أنت تثور ضد نفسك وضد أهلك ضد البيئة ضد البيئة ضد الصحة عندما يقوم أشخاص بحرق الدواليب واللي هي كارثة من كبرى الكوارث ثم يأتي ويتصور معلوه وهو يحرق هذا الدولار هذا بصور في فرنسا أيضا دائما المحتجين نحن ننظر دائما للنواحي البيئية والنواحي الصحية والنواحي العلمية طبعا لو سمحت دائما أنا أحب دائما هناك شهادة هناك شهادة يعني أود أن نستمع إليها للحديث عن بعض المبادرات أيضا هناك المبادرات الكثيرة في لبنان نستمع إلى هذه الشهادة التي سجرتها زميلة ميشا خليل مع مدير الإهراءات أسعد حداد كان يقوم مع فريقه بمشروعين لهم علاقة أو لهم علاقة بالبيئة فلنستمع كان لدينا مشروعين قبل الانفجار نيناتهم مشاريع بيئية أول مشروع درنا نستحصل على موافقة من وزارة الطاقة أنه نكون من بين عشر مباني حكومية ينبن عليهم طاقة شمسية على سطح الإهراء بمساحة تقريبا 3000 متر مربع نقدر نولد طاقة بديلة ووقت اللي نحن ما نعتز هيدا الطاقة نرجع كمان نقدر نعطيها لكهرباء الليبنية لتستفيد منها من دون ما تكون عم تستهلك فيول بلشنا بالإنتاج وكنا منوفر من الفاتورة السنوية 22% تقريبا وهيدا نجاز بحد ذاته لأنه بيخفف انبعاثات المشروع الثاني الحبوب وقت اللي بيتم نقلة من البواخر للصوامع ومن الصوامع للكاميونات بيصير فيه احتكاك والاحتكاك بودلة غبرة هيدا الغبرة كمان لقيني لحل وتعونا مع عدة مختبرات ووصلنا أنه فينا نعمل مننا فحم للاستعمال المنزلي ما بدنا مننا ربح ولكن كنا منرتاح من كميات هائلة عم تروح طمر ما عم نستفيد منها وبنفس الوقت ما بتساعد بقيان إذن سمعنا إلى أسعد حدد مدير الإهراءات والذي كان يقوم مع فريقه بمشروعين له مع حلقة بالبياء أريد أن أنتقل لك مرسيل ناصر أدين هناك الكثير من الأفكار التي تخدم البيئة موجودة في لبنان والكثير من هذه المشاريع أو المبادرات هي من الجيل الشاب ما أهمية ربما هذا الصوت أو هذه المشاريع أو هذه الشريحة التي تحاول إخلاق خلق تغيير ما أنا رح أعطيك إجزامل مختصر عن الحملة اللي نحن فيها اللي قدرنا نحن نعمل إنجاز خلال ثلاث سنوات من قبل ما تبلش الكورونا في لبنان على صعيد البيئة في لبنان اللي هو بجبل الريحام بجنوب لبنان اللي هو يعتبر تاني أكبر غابة السنوبر في لبنان بعد بكسين بجنوب واللي هو مصنف من قبل الأونسكو محيط حيوي بيئة مهمة كتير من بعد ما نسحبت إسرائيل بالألفين صار في تدمير ممنهج للجبل هونيكي من قبل أصحاب المقالع والكسارات والمرامل وصار في شفط رموني كتير كبير وانت بتعرف أن السلسة جبال لبنان الغربية هي عبارة عن خزانات جوفية بالماء يعني إذا بتعملها سكان للجبال كلها باللبنان بالسلسة الغربية بتلاقيها نتورك كامل للماء أوكي فهيدا شيء أثر على الينبية على المياه الجوفية وأكيد على البيئة وعلى الشجر خاصة أنه الأشجار معمرة جدا كان في شخصين هني بلشوا بالحملة من 2002 هني أبونا شفي أبو زيل وأستاذ محمد فقية شخصين جدا ناشطين ونشطوا حول العالم بهيدا الملف وقدروا يحايعوا إنجازات لرجعنا نحنا أطلقناها بشكل فعلي وفعال جدا وما خلينا لوزير ولا نائب لقدرنا وقفنا كل المرامل والكسارات فوق بالجبل وأنقذنا ما قدرنا ننقزه من الشجر فوق والجبال هيدا وكاينك عم بتقولي مرسيل بغياب الدولة والسلطات والحكومات بغياب الدولة اشتغلنا نحنا عصائد أفراد وعناينا كتير وتعرضنا لتهديدات وحتى محاولات يعني أصحاب الكاميونت يقفوا بوجنا بحجة أنه نحنا عم نقطع لهم أرزيهم بس نحنا ما استسلمنا هون حولناها لقضية رائعام عبر السوشال ميديا وبالفعل لقينا كتير ناس من كل لبنان وناشطين بيئيين وناس بيهتموا وبحبوا البيئة من كل قلبهم وقفوا معنا وساعدونا وهلأ أي حدا بيشوف حدا عم بيقطع شجرة وعم بيشيرا مل بيحكينا جميل دكتور سيفي ما أهمية مبادراتك هذه أكيد بغياب دولة وبغياب أوانين رادعة وبغياب استثناءات بعملوها الوزراء والمسؤولين الشعب هو اللي عم بيقوم هو عن يحكم حاله يعني هو عم يلاقي التوازن الطبيعي المنيح الإيجابي اللي لازم يحمي منطقته فيه يعني إن كان هني إن كان محمية أرز تشوف كل المحميات اللي قامت بلبنان ما قامت بإنيسياتيف من قبل وزارة البيئة أو وزارة الزراعة كان وراها حملات مجتمع ناس مجتمعات محلية اللي كانت وراها وهو دي اللي عمله الفرق اللي مقلت لك نحنا وزارة البيئة إذا أنشقت بلبنان أنشقت بفضل الجمعيات البيئية اللي كانت عن تناضل وسائبت فترة الريو ولبنان بده يظهر بمؤتمر الريو بالتنين وتسعين مشان هيك يضطروا يعملوا نحنا بنمضي بروتوكولات بنمضي إشياء دولية لكن للأسف لما نجي على تطبيقة بننسيها وما بنعود مين اللي بيذكرون فيها دايماً المجتمع المدني مين بيذكرون فيها دايماً الجمعيات البيئية حتى نحنا البلديات عنا للأسف أنه تابعة بغالبيت الأحزاب وتابعة للسلطة وتابعة للحكومية يعني أنت حساتك أنه استأت بوقت من الأوقات أنه عم نحكي كتير نحنا عم فشل الدولة وعم فشل الحكومات المتعاقبة بهالمجال لو ما كانوا فشلين ما كنا وصلنا لهون ولو ما في مجتمع محلي ناشط ما كنا كمان بنو دكتور ناجي ضيل معنا دقيقتين نص دقيقة لو سمحت هل أنت متفائل فيما يتعلق بملف البيئة في البيئة أنا متفائل بشعبنا وبإدراكه لعمق الأزمة الموجودة في البلد والتي سببها طبيعة السلطة السياسية ونحن متفائلين بالتغيير السياسي الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وبالتالي البيئي طبعا بنص دقيقة دكتور جلال حلواني هذا التغيير الذي تحدث عنه دكتور ناجي هل ممكن أن نلمسه في المستقبل القريب؟ إن شاء الله الأمان البيئة أمانة في أعناقنا جميعا ونحن مجبورين أن نحافظ عليها وأن نساعد على حمايته الجيل الجديد يلعب دور مهم جيل الشباب مرسيل نعم نص دقيقة أكيد هذا الشيء نحن ما رح نتركه لأنه مثل ما قال الدكتور هايدي أمانة وصحتنا بالنهاية هي المسألة الأهم والأولوية لكل الناس فأكيد نحن ما نقاتل كرمال البيئة لحتى نحمي حالنا ونحمي كل الناس لحولينا ويبقى لبنان عامر بهواء وبسماء وبأرض وبكل ما هو خير شكرا جزيلا لضيوفنا دكتور ناجي قديح الخبير والناشط البيئي دكتور جلال حلواني مدير مختبر البيئة والمياه في الجامعة اللبنانية دكتور فيفي كلاب خبيرة وناشطة في مجال البيئة ومرسيل ناصر الدين ناشطة في الحملة الوطنية لإنقاذ جبل ريحان والإتلاف الشعبي ضد المقالة والكسرات شكرا جزيلا لكم شكرا لكم بهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته أريد أن نوجه شكر إلى جوليان من هندسة الصوت نترككم ترجمة نانسي قنقر